السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الأعدادي أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع ماس نسرين النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حل امتحانات المحافظات من ملحق كتاب جيم 3 عدادي 2023 ترمتاني هنحل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هنبدأ من page 102 صفحة 102 كايرو جافرن ريت محافظة القاهرة number one finish the following dialogue أكمل المحادثة التالية ولما يجينا سؤال المحادثة أنا لازم أقرأه كاملا خاصتنا الرأس السؤال عشان ده بيبين لي المحادثة بالدور عن إيه وبشوف مين بيكلم مين وبراعي زمن المحادثة هاجر بتتكلم مع سارة اللي هي رايحة المكتبة المدرسية فبتقول لها لو سارة مرحبا يا سارة where are you going؟ انت رايحة فين؟ فقالت هلوه هاجر مرحبا يا هاجر هي طبعا احنا عرفنا من رأس السؤال ان هي رايحة المكتبة المدرسية فتقول I am going to the school library سوف أذهب إلى المكتبة المدرسية سألتها السؤال فقالت لها I am doing research أنا بعمل بحث يبقى هي تقول لها إيه؟ what are you doing there؟ ماذا تفعلين هناك؟ ممكن برضو تقول لها إيه؟ why are you going there؟ لماذا أنت ذهبة إلى هناك؟ فقالت لها أنا بعمل بحث بعد الكلام سألتها السؤال فقالت لها it is about energy انه عن الطاقة يبقى هي تقول لها يعني إيه؟ البحثت عن إيه؟ ماشي هتقول لها what is it about هو عن إيه؟ فقالت لها عن الطاقة do you want me to help you؟ هل تريدي أن أساعدك؟ طبعا عرفنا من باقي الكلام ان هي إيه؟ هيتقابله مع بعض وإيه؟ وتديها كتاب كده عن الطاقة فهي طبعا do you want me to help you؟ عايزاني أساعدك؟ هتقول لها ياس بليز أيوة من فضل بعد كده قلت لها I have a book أنا معي كتاب about energy عن الطاقة I'll give it to you tomorrow أنا هدهولك بكرة فهتشكرها هتقول لها إيه؟ thank you very much شكرا جزيلا number two read and complete اقرأ وأكمل عندي فقرة فيها أربع فراغات علي أن أنا أكملها من القائمة الموجودة في أعلى السؤال أربع كلمات ثلاثة منهم بيبقى على المفردات واحدة على الجرام طبعا أقرأها مرة أو مرتين قبل ما حل أي حاجة believed يعني يعتقد million مليون wonders عجائب believes يعتقد وperiod يعني فترة وdessert صحراء Egypt has some wonders مصر لديها بعض العجائب the great sand sea يعد بحر الرمال العظيم is one of these wonders واحد من العجائب دي this أول واحدة wonders this is a part of the western desert يعني هو جزء من الصحراء الغربية and here وهنا you can find يمكنك أن تجد lots of big sand mountains كثير من الجبال الرملية الكبيرة and some unusual glass وبعض الزجاج الغير عادي it is believed يعني بيعتقد that the glass is more than 29 million years old عمره أكتر من 29 مليون سنة يبقى الاختيار الأول wonders بعدين desert believed ومليون طبعا هنا في النقطة بتاعت grammar أنا خدت believed وما خدتش believes لأن believed هنا هو بيقولك it is believed ذات بيعتقد أنه دي جملة مبني للمجهول فبجيب ايه بجيب طبعا الفعل ايه في التصريف التالت تمام it is believed بيعتقد ذات بيعتقد كذا كذا تمام فاخترت believed مخترتش believes اكرا النص التالي ثم أجب عن الأسئلة كل يوم اتنين فيه كل بيروح سوبر ماركت صغيرة ومعا سلة داخل السلة في قيمة تسوق ماريا ماريا صاحبة السوبر ماركت بتاخد القيمة بتحط الأشياء المطلوبة يعني في السلة بتاخد الفلوس من المحفظة وتسيب الفاتور بعد كده الكلب بياخد الحاجات دي والمشتروات والفاتورة والمحفظة ويجري بسرعة طبا one day في يوم الأيام ماريا قررت ماريا صاحبة السوبر ماركت إنها تتبع الكلب هي عايزة تقابل مالك الكلب صاحبة الكلب وتسأله إزاي الكلب دا تدرب يعني إزاي الكلب دا تدرب على القيام بمثل هذا الفعل لمنزل قديم يعني الكلب حط السلة على الأرض قاد زدور جنب الباب ودرب الجرس بتاع الباب بأنف يعني كان صوته عالي قوي أي واحد ممكن يسمع في رجل عجوز بيفتح الباب وبدأ شوتينج وبدأ يصرح ويزعق في الكلب وبدأ يعني صوته يعلى ويعلى تمام ينضي ويطول ماريا صاحبة السوبر ماركت كانت شايفة اللي بيحصل دا والكلب كان منزعق جدا قالت له ماريا stop that وقف دوت شاوت ماريا ماريا قلتهم وقف دوت اللي انت بتعمله دا زعي دوت وقالت له ايه بزعي يعني what are you دونج انت بتعمل ايه that is the cleverest dog I have ever seen دا امهر كلب انا شفته انا شفته ازايه قبل كبه clever ماهر الراجل بقى اللي هو العجوز قال لها clever ماهر ها بيضحك يعني loves زمان وضحك الراجل قال لها ايه بقى الراجل للعجوز صاحب اللي بيض قال لها that's the third time the third mera this week هذا الاسبوع this dog has forgotten his keys الكلب دا ينسى المفاتيح بتاعته number one the main idea الفكرة الرئيسية of the passage is الفكرة الرئيسية للفكرة هي ايه هي طبعا الكلب الكلب التسوق the shopping dog number two the dog carries الكلب بيحمل a in his mouth بيحمل ايه في فامه بيحمل باسكت سلما number three the underline the pronoun it it refers to it بتشرلي a هو قال لك كان صوته عالي قوي كل اي حد يسمعه طبعا دا صوت the bell الجرس number four why does maria follow the dog لماريا تبعت الكلب طبعا هي كانت عايزة تعرف من صاحب الكلب تمام طب هنقول she wanted to meet the dog the owner كانت عايزة تقاب المالك الكلب and asked how the dog وتسأله ازاي الكلب was trained to do such an act things ازاي يعمل مثل هزا الفعلية طب number five who is maria من maria دي she is the owner of the supermarket هي مالكة السوبر market number six do you think هل بتعطاك the dog is clever ان الكلب دا ماهر يعني why or why not طيب طبعا هو ماهر yes the dog is clever طبعا الكلب ماهر because he does the shopping alone عشان هو بي يقوم بعملية التسوق alone بمفرده number four the energy we get from the sun is cold الطاقة اللي احنا بنحصل عليها من الشمس اسمها ايه اسمها الطاقة الشمسية solar energy number two warm is melted some of the polar eyes يعني ادت دفء الى زابة بعض الجليد polar الكطبي الجليد الكطبي polar دي الكطبي دي هنا something هو عبارة عن شي that is very ايه الكطبي دي حاجة ايه حاجة بريدة تمام يبقى cold number three we add the suffix بنحط اللحقة to get the adjective عشان نحصل على الصفة from the noun Egypt من ايه من الاسم مصر طبعا ايجيبت مصر عايز احويلها الصفة احط لها اللحقة i an فتبقى Egyptian مصري number four we should reduce pollution يبغى علينا ان احنا نقلل التلوث reduce يقلل is similar in meaning to يعني مشابهة في المعنى ايه مشابهة في المعنى decrease يعني بردك ايه يقلل number five nowadays يعني في الوقت الحاضر we use modern ways احنا منستخدم طرق حديثة للزراعة زي انتنا معاكس of modern عاكس كلمة حديث از ايه طبعا احنا عارفنا من الترم الاولان اللي هي traditional التقليدي number six a or an space is the person who travels into space الشخص اللي بيسافر الى الفضاء ده اسمه ايه رائد الفضاء اللي هو astronaut number five complete the sentences سؤال التصحيح we must avoid يعني 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 يعجب علينا ان احنا نتجنب بوليوت the world ان احنا نلوس الى عالم طبعا بعد avoid يتجنب يجي الفعل plus ing يبقى avoid بدل بليوت يبقى ايه polluting number two what would you do يعني ماذا كنت سوف تفعل if you a be rich لو انت كنت غاني طبعا دي عندنا هنا اول ما بشوف ايه فالطول ببص عليها وبشوفها هي اني حالة من الحالات اللي انا درستها الحالة الاولى والحالة التانية طبعا بيقولك ايه لو جيب بعدها مضارع بيبقى الناحية التانية في will والمصدر تمام ودي بتبقى الحالة الاولى لو if جي بعدها ماضي يبقى الناحية التانية would والمصدر يبقى دي الحالة التانية طبعا واضح عشان would هنا فدي الحالة التانية يبقى المفروض بعد if بيجي ايه ماضي بسيط يبقى if you were rich لو انت كنت غني يعني i finished my homework يعني لم اخرج حتى انتهيت من عمل واجبي طبعا until يعني حتى في حدثين حصدين الحدث الاقدر بيتحط في الموضي التام والحدث الاحدث بيتحط في الموضي البسيط طب انا بقول ايه انا ما خرجتش لغاية ايه لحتى عملت واجبي بقى انا عملت واجبي في الاول الحدث الاولاني يبقى هذا التصريف التالت الفعل يبقى ايه 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 انا انتهيت من واجبي بعد كده هو ايه خرج بقى لغاية لما ايه انتهيت من عمل واجبي حدثين بييجوا مع الى قبليها بيجي ماضي بسيط من فيه والى بعديها بيجي هادو التصريف التالت للفعل عمر اخبرني دي واضح انها جملة غير مباشر كان هيسافر الاسبوع المقبل طبعا دي جملة غير مباشر المفروض ان انا برق الزمن هو في الطبيعي كان اسمها هو سوف يسافر فبخليها هو كان هيسافر في الاسبوع المقبل نمبر يعني احنا مكناش معتدين نلعب العب الكمبيوتر لكن انا نفعل الان بنلعب دلوقتي اللعب الكمبيوتر طيب عايز اقول لم يعتد في الماضي اسمها ايه didn't use to اكتب فقرة انشائية عن اكتب مقالة نقدية عن الحياة في المستقبل تعالوا نشوف احنا كتبنا ايه انا كنت كتب البراجراف ده عن الحياة بعد خمسين عاما يعني اعتبر بردك عن المستقبل وبعدين ببدأ بحرف وما بين كل جملة وجملة بحط والحرف البعد بحرف كابتل يعني بعد خمسين سنة من دلوقتي او في المستقبل مش مهم تقول خمسين سنة ممكن تقول انزا فيوتشر في المستقبل هيكون هناك كسير من التغيرات في حياتنا تكنولوجي التكنولوجيا ستجعل حياتنا اسهل وأكثر راحة العلماء سيلاقوا علاج جديد لالأمراض سيلاقوا لأن الناس ستعيش أطول وبعض الأمراض ستتخدم سيلاقوا السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية wouldn't need مش هتحتاج a driver سائك because they will drive them service عشان هيقودوا نفسهم بنفسهم. We will have robots have عندنا آليين أو روبوتات to do difficult jobs عشان يعملوا المهام الصعبة, الوظائف الصعبة. I think Iعتقد we will learn online ان احنا نتعلم عبر الانترنت using the internet باستخدام الانترنت. I think Iعتقد we will be able to travel. Iعتقد ان احنا هنكون قادرين على السفر to other planets للكواكب الأخرى. life will be better الحياة هتبقى أفضل and more comfortable وأقصر روحة in the future في المستقبل. بعد كده عندنا محافظة الجيزة page 105 صفحة 105 finish the following dialogue أكمل محادثة تالية أحمد and heba are talking about reading. بيتكلموا عن القراءة فأحمد بيقول hi heba مرحبا يا heba where are you going إلى أين أنت زهبة؟ ردت عليه بعدين سألها سؤال فقالت له yes I like reading. أنا بحب القراءة. فواضح انها يبقى ايه بعد كده من الكلام أن هي رايحة المكتبة فهتقول I'm going to the library أنا سوف أذهب للمكتبة بعد كده هي جاوبة قالت yes I like reading. نعم أنا بحب القراءة. يبقى هو هيقول لها ايه do you like reading? هل بتحب القراءة؟ قالت له نعم. قال لها what kind of books? do you read ايه نوع الكتب اللي انت بتقرأيها؟ ممكن تقول لها أنا بحب القصص القصيرة مثلا I like reading short stories سألها سؤال تاني فقالت له I visit the library أنا بزور المكتبة twice how week مرتين في الأسبوع يبقى هيسألها على عدد المرات لزيارتها المكتبة يعني how often do you visit the library؟ كم عدد المرات اللي بتزوري فيها المكتبة قالت مرتين في الأسبوع بعد كنت قال لها could you recommend me a book؟ ممكن ترشحيه لكتاب فممكن أي قصة بقى عشان هيب تحب القصص نقول ايه؟ تقول sure بالتأكيد I recommend you. ممكن Oliver Twist قصة Oliver Twist أو مثلا قصة من اللي احنا اخدناهم or أو ممكن تقول مثلا black beauty. اعتقد ان black beauty هتبقى مناسبة لك وأكتر number two read and complete اكرأ وااكمل language لغة هاب وهاز هنشوف هايه موقعهم ايه في الكلام يعني لو كان مثلا مضطر الى هنشوف بقى هاب بتي مع كل ضمير معادة هي وشوئت وهاز بتيج مع هي وشوئت online على الانترنت articles مقالات jobs وظائف I studied English and media at university. انا درست لغة انجليزية وإعلام في الجامعة I work as an editor. انا بعمل كمحرر I work for انا بعمل لي an english language website لموقع الكتروني باللغة الانجليزية. nowadays في هازي الايام more people المزيد من الناس read news بيكروه news online الأخبار عبر الانترنت او على الانترنت. I like this job. انا بحب الوظيفة دي. lots of different journalists كثير من الصحفيين المختلفين المختلفين الجورناليستس بيبعتولي المقالات بتاعتهم وانا بقرر يعني وظيفتي ان انا اقرر which ones اي المقالات يعني are the most important الاهم it's one of the most interesting jobs دي واحدة من اقصر الوظائف المصيرة للاهتمائي طب يبقى عندي اول حاجة language التانية online التالتة articles والربعة هاد سؤال الكمبرهنشن قطعة فهموا عليها اسئلة الطاقة اللي بتنتجها الشمس بتسمى الطاقة الشمسية يعني انها مفيدة للبيئة لانها متجددة هذا يعني that it comes from natural resources انها بتيجي من موارد طبيعية مصر لديها ما يقرب من تسعة ساعة ونص من اشعة للشمس في اليوم كل يوم الشمس في حوالي كده الشرق عندنا في مصر تسعة ساعة ونصف طبعا كمية كبيرة من الشمس والحمد لله يعني دايما بتكون الشمس سطعة وعادة لا يوجد الكثير من الغيوم في السماء ما فيش صحب كتير it is one of the sun sunnest countries in the world يعني انها من اكتر الدول اشراقا في العالم this is why ولهذا السبب مصر is using the sun بتستخدم الشمس to produce energy لانتاج الطاقة بنبال solar bar يعني مزرعة بنبال للطاقة الشمسية is the largest solar form in Africa هي اكبر مزرعة للطاقة الشمسية في افريكيا and one of the biggest in the world واحدة من الاكبر في العالم another type of renewable energy is wind energy نوع اخر من الطاقة المتجددة هي طاقة الرياح there are wind farms توجد مزارع الرياح in Egypt like this one in هورجادا زي الوحدة او المزرعة اللي موجودة في الغرداء Egypt uses a lot of renewable energy مصر بتستخدم الكثير من الطاقة المتجددة and the government والحكومة want is able to use it more يعني وتريد الحكومة ان يستخدمها الناس اكثر if we all used more renewable energy لو كلنا استخدمنا المزيد من الطاقة المتجددة it would help us to save our planet يعني سيساعدنا ذلك على انقاص كوكبنا طب اول سؤال the energy الطاقة produced المنتجة buy the sun بواسطة الشمس is cold energy بتسمى الطاقة الايه solar energy الطاقة الشمسي number two space is one of the sunniest countries in the world واحدة من اقصر البلاد اشراقا في العالم هي ايه؟ هي ايجيت مصر شمس بتشرك عليها لفترة ايه؟ طويلة من اليوم يعني زمين idea الفكرة الرئيسية of the text للنص is a هو طبعا الطاقة المتجددة renewable energy number four from the passage من الفقرة name two types of energy يعني قم بتسمية نوعين من الطاقة that come from natural بتيجي من natural resources من المصادر الطبيعية طبعا هو ذكر لنا طاقة الشمس وطاقة الرياحية بقى نكتب solar energy and wind energy top number five summarize the last paragraph in your own words لخص الفقرة الاخيرة بكلماتك آآ الحصة فهنقول ايه في الفقرة الاخيرة ايجيبت انكارجيس مصر بتشجع بيبو للناس to use renewable energy ان هم يستخدموا الطاقة المتجددة because بسبب this kind ان النوع ده saves our planet بيمكز كوكبنا اقولها تاني ايجيبت انكارجيس بيبو to use renewable energy because this kind saves our planet number six do you think that ايجيبت should use a lot of renewable energy هل بتعتقد ان مصر ينبغى عليها استخدام طاقة الكثير من الطاقة المتجددة هنقول ايه yes i think so نعم اعتقد زي هو هنا مش جايب بقى لماذا فعشان كده هي بس اكتب yes i think so نعم اعتقد زي number four choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة يعني الشخص اللي هو متخصص في اللغات اسمه اللي هو اللغوي او عالم اللغة number two scientists العلماء are trying بيحاولوا to invent ان هما يخترعوا سينجس اشياء to make our life تجعل حياتنا كنفطة بالمريحة the word invent كلمة يخترع means معناها ان هو يبتكر او ينشئ اليها create number three the word gives us the opposite of small كلمة بتدينا عكس كلمة صغير صغير small عكسها ايه بدول tiny صغير جدا enormous little قليل ولا clear واضح طبعا عكس small صغير النور مصدخ number four we add the suffix بنحط اللاحقة ايه to the perfect collect اللي هو يجمع to get زناون عشان نجيب اسم collect يجمع عايز اخليها اسم بقى اخليها collector اضيف لها or تبقى ايه اللي هو الجامع ايه الشيء او الشخص اللي بيحصل شيء مثلا ربش collector number five you can't make phone calls لا يمكنك اه عمل او اجراء مكالمات هاتفية because there is no telephone مفيش telephone ايه signal مفيش اشارة في التليفون number six a or an is something you can use to follow directions يعني الشيء يمكن استخدامه لاتباع التوجيهات او الاتجاهات يعني ده ايه طبعا الماب الخريطة number five سؤال grammar i went to the club انا ذهبت الى النادي after i finish my homework بعد ما عملت واجبي في عندي حدثين انا عملت واجبي الاول وبعدين رحت النادي وفي كلمة after after بعد بيجي بعدها ماضي تام هات والتصريف التالت الفان والنحية التانية بيجي الحدث الاحدث في الماضي البسيط يعني انا رحت النادي بعد ما عملت واجبي يبقى ايه الحدث الاول نقول هات finished طيب number two my house beatty is built in around 2000 بني في حوالي سنة 2000 يبقى my house was built number three طبعا الكلام في الماضي البسيط number three if it is hot tomorrow لو الجو حر بكرة we would go to the beach يعني سوف نذهب للشاطئ طبعا دي if الحالة الشرطية الاولى جاي بعدها مضارع بسيط يبقى الناحية التانية والو المصدر يبقى battle wood هتبقى وال number four in the best في الماضي people used to get paper bags at supermarkets الناس كانت معتادة انها تحصل على شهونة بلاستيكية من السوبر ماركت طبعا الكلام في الماضي يبقى ايه عتاد وانه بقى اسمها used to number five هبة told me هبة اخبرتني that hair plane ان طيرتها leaves to london that day ان طيرتها يعني ايه كانت هتغادر للندن في هذا لندن في هذا اليوم طبعا دي جملة غير مباشر برقز زمن فيها من مضارع لماضي بدل من نقول leaves هنقول left number six write a paragraph اكتف فقرة انشائية a biography of a person you like صيرة زاتية لشخص انت بتحبه اكتر حاج تعال نشوف احنا كتبنا اين البيجرفي هنا هو بيقولك اكتب على شخص انت معجب به او شخص انت بتحب اكتر حاجة انت ممكن تكتب عن حد من افراد يعني وممكن تكتب عن شخصية عامة طب هنا مثلا الواحد كتب عن جد ومسلا a person وكان عايز يبقى طبيب مشهور لذلك زاكر بجد جدا عشان يحقق اهدافه وفاز بمنحة دراسية عشان يدرس في الجامعة في انجلند في انجلترا وصبح جراح مشهور هو رجع للوطن وعمل في مستشفى كبيرة ساعد كل الناس المحتاجين مساعدة هو فحص المرضى أيضا ساعد الفقراء اعطاهم نقود تبرع بالنقود لجماعات الخارية هو عجوز جدا الآن كل الناس بتحب جدي هو قدوتي هو طيب جدا وليه شخصية قوية هو رجل عظيم يعني أريد أن أصبح مثله في يوم من الأيام آخر محافظة معنا يولاد النهاردة هي محافظة الإسكندرية بيجو 108 صفحة 108 نمبر 1 أكمل المحادثة التالية نادا أندهاني نادا وهاني بيتكلموا عن إعلان وظيفة نادا بتقول هل قرأت الجريدة اليوم؟ فرد عليها بعد كده قال لها يعني ماذا يوجد في الجريدة يبقى واضح أنه هو ما قرأهاش فقال لها I haven't لا بعد كده سألته السؤال فقال لها عن الإعلان ده فهي هتقول له إيه؟ احنا عرفنا مرسل السؤال أنه هو إعلان هتقول له في إعلان قال لها عن إيه إعلان ده فردت عليه بعد كده قال لها وظيفة المحاسب فرصة جيدة لنا يبقى هي هتقول له أن الوظيفة يعني الإعلان عن وظيفة محاسب قال لها المحاسب ده وظيفة كويسة أو فرصة جيدة لنا بعد كده سألته السؤال فقال لها نعم سوف أفعل ذلك إمتى ممكن نتقدم لها يبقى هي هتقول له هل إنت هتتقدم يعني الحصول على الوظيفة دي فهو هيقول لها أيوة إمتى ممكن نتقدم للوظيفة هتقول له يوم الحد القادم بعد كده سألته السؤال فقال لها طبعا ممكن نروح مع بعض يبقى هي هتقول له هل يمكننا ازدهاب معا هو هيقول لها إيه طبعا يمكننا ازدهاب معا نروح 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 كمي في العوية طير بلاس مكان هارد صعب فلو طار ويس طرق ويسر طاقس وينتر وينتر بارد في بعض الأماكن It can be hard for animals يعني يمكن أن يكون صعب على بعض الأنمال الحيوانات and birds والطيور to find food صعب عليهم في إيجاد الطعام during the winter في خلال فصل الشتاء They get through this time in many ways يعني بيمر الوقت ده عليهم بكثير من الطرق For example على سبيل المثال birds بعض الطيور يعني and butterflies والفرشات can fly ممكن يطيروا so many of them do not stick around for the winter يعني يقولك على سبيل المثال بتستطيع الطيور والفرشات إن هي بتطير فالكثير منهم لا يبقون stick يعني يبقون في فصل الشتاء They go to another place بيروحوا لمكان آخر with nice wizard في تقس لطيف Then they come home بعد كده بيعودوا الأوطنهم in the spring في الربيع We call this إحنا بنسمي ده عملية الهجر هجرس الطيور اسمها إيه؟ اسمها migration number three read the following text اقرأ النص التالي زي نانسر the questions وما أجب عن الأسجلة قسامة سكلاس فصل قسامة have been learning about the environment in their science lessons بيتعلموا عن البيئة في حصص أو في دروس العلوم students الطلبة have been studying the effects of pollution الطلبة بيدرسوا أثار التلوص from vehicles من وسائل المواصلات they also أيضا have been reading بيقرأوا about how poisonous from factories pollute rivers and seas وكمان بيقروا عن كيفية إن السموم من المصانع بتلوس الأنهار والبحور they all agree يعني كلهم متفقين that everyone should do more to help the environment متفقين جميعا على إنه يجب على جميع على كل واحد فعل المزيد لمساعدة البيئة they're teacher المدرس بتاعهم Mr. Helmy الأستاذ Helmy asked them طلب منهم to think of things that they could do طلب منهم إن هم يفكروا في الأشياء اللي ممكن يعملوها عشان يساعدوا البيئة the students الطلبة made lots of suggestions يعني الطلبة عاملوا كثير من الاقتراحات ردوة said كل واحد بها يقول اقتراحه عشان يساعد البيئة ردوة قالت said people إن الناس should walk ينبغى عليها إنها تمشي more أكتر and use their cars اللي سوى استخدموا سياراتهم أقل this would keep ودود هيحافظ the cities على المدن cleaner أقصر نظافة and people would be healthier والناس هتكون أقصر صحة خالد said خالد قال إيه بقى اقتراحه إيه they should build the car park outside the city يعني قال ينبغى عليهم إن هم يبنوا مواقف للسيارات مواقف العربيات يعني خارج the city center outside the city center خارج وسط المدينة where people حيث الناس could leave their cars ممكن يتركوا سياراتهم they could then بعد كده walked the rest of the way into the city بعد كده يمكنهم السير في بقية الطريق إلى المدينة يعني يعملوا جراجات وكده خارج المدينة والناس جوه المدينة تمشي جوه بسط المدينة تمشي مش ايه مش تركب سيارات أسامة اقترح having a bottle been in the school where students could put their empty plastic يعني كمان أسامة اقترح بوجود سلة مهملات في المدرسة حيث يمكن للطلاب وضع الزجاجات البلاستيكية الفارغة this could be collected طبعا زيس دي عيدة على الزجاجات البلاستيكية الفارغة دي اللي هي ممكن يجمعوها and recycled ويعيدوا تدويرها مستر حلمي الأستاذ حلمي سوت اعتقد these were very good ideas ان دي أفكار جيدة and said he would pass them onto the head teacher وقال ان هو هيوصلها لمدير المدرسة الأفكار دي طيب السؤال الاول أسامة and his friend is أسامة أصدقائه are interested in مهتمين by the environment بالبيئة because بسبب بسبب they have been studying about 8.8 سكول عشان هما بيدرسوا عنها في المدرسة أول واحدة ايه number two خالد suggested يعني خالد اقترح that there should be car bar bar kis ان يبقى في مواقف السيارات outside the city خارج المدينة يبقى number two d number three who was Mr. Helmy going to tell about the students ideas يعني الأستاذ حلمي هيخبر من بالأفكار بتاعت الطلبة هيخبر the head teacher اللي هو مدير المدرسة number four what does the underlined pronoun this refer to this d هؤلاء بتشير لإيه احنا قلنا في السطر قبل الأخير كده في الفقرة قالك كان بيتكلم على الزجاجات البلاستيكية الفارغة قالك دي بقى يمكننا نحمل نجمعهم ونعد تدويرهم يبقى this هؤلاء refers to the plastic bottles بتشير للزجاجات البلاستيكية top number five how would it يعني بنقول ازاي ده هيساعد لو الناس مشت أكتر وما استخدمتش سيارتها أو استخدمت سيارتها بشكل أقل تمام ده هيحافظ على الهوى هيكون أنضف أو المدن هيكون أنضف والناس هتبقى صحة أحسن تمام يبقى هنقول يعني هيحافظ على المدن أكثر نظافة and the people والناس would be healthier هتكون أكثر صحة top number six what else ايه كمان can ممكن الطلبة do to help the environment ممكن يعملوا عشان يساعدوا البيئة ممكن يزرعوا أشجار they can plant trees ممكن يزرعوا أشجار in their communities في مجتمعاتهم number four is the correct answer اختار الإجابة الصحيحة a space is a small young plant يعني هي نبتة صغيرة النبتة الصغيرة دي اسمها sidling يعني شتلة number two i a small boy from the lake i protected him from danger يعني أنا أنقصت ولد صغير من البحيرة i protected him وحميته from danger من الخطر أنقصت يعني saved number three we can change the word tradition نحن ممكن نغير كلمة تقليد into an adjective نحولها لصفة by adding the suffix عن طريق أن نحن نحط لها اللاحقة al تبقى traditional آخر بيج معنا النهاردة بيج من هندرد 2 صفحة 110 ما يكملين في سؤال الاختيارات number four the antenna عكس of near عكس كلمة قريب is remote remote يعني بعيد يعني هو شخص وظفته التقاط الصور الفوتوغرافية ده اسم المصور الفوتوغرافي الفوتوغرافر يعني يغطي الجليد الأرض in polar habitats في البيئات القطبية the word habitat كلمة بيئة is أو موطن يعني is the same as كلمة بيئة أو موطن زي كلمة home home برضو يعني بتجي بمعنى بيت وبتجي معنى وطن أو موطن number five سؤال grammar the tag محل بلد باي شاه جهان يعني بنية tag محل بواسطة الملك شاه جهان يعني طبعا دي جملة مبنية للمجهول في المواد البسيط اللي هو was aware والفعل في التصريف التالت يبقى was built التصريف التالت بتعبير built number two as and as بمجرد ما watch TV بمجرد ما ما شاهدت التلفزيون she slept نامت الوقت في عندي حدثين الحدث الأقدم هيجي في الماضي التام اللي هو هاد والتصريف التالت للفعل والحدث الأحدث هيجي في الماضي البسيط بعد as and as بيجي هاد والتصريف التالت للفعل اللي هو الماضي التام ونحي تانية ماضي بسيط يبقى بمجرد ما هاد watched TV بمجرد ما ما تفرج تا لو التغير المناخ stop توقف طبعا أنا عندي هنا F الحالة الشرطية التانية عرفت منين عرفت من وإيه والفعل في المصدر يبقى لازم هنا يجي بعدها ماضي بسيط الماضي بتاع stopped stopped number do you enjoy play زابيانو هل انت بتستمتع بالعسف على بيانو طبعا بعد enjoy يستمتع بيجي الفعل في ing هو جاوب على امتحان جيد ولا بشكل جيد مفروض ما جيبش صفة بقى أنا هوصف طريقة الإجابة يبقى will good صفة will بشكل جيد يعني حال number 6 write a paragraph اكتب فاكرة انشائية على a biography of a famous Egyptian writer عن كاتب مصري مشهور تعالوا نشوف احنا كتبنا عن مين a biography of a famous Egyptian writer سيرة ذاتية اللي كاتب مصري شهير او مشهور انا كتبت على الاستاذ نجيب محفوظ ايجيب is full of great writers مصر مليئة بالكتاب العظام نجيب محفوظ is one of the most famous Egyptian and Arab writers هو واحد من اشهر الكتاب المصريين والعرب in the 20th century في القرن العشرين many of his novels يعني الكثير من رواياته have been adapted يعني تم تحولها for cinema للسينما and television and television which made his workers اللي جعلت اعماله known among people يعني معروفة ما بين الناس نجيب محفوظ was born in Cairo ولد نجيب محفوظ في القاهرة in 1911 سنة 1911 he learned in Cairo اتعلم في Cairo schools في مدارس القاهرة until he entered حتى دخل the university الجامعة faculty of artists كلية الأداب نجيب محفوظ was a wonderful writer نجيب محفوظ كان كاتب رائع who wrote novels كان بيقلف روايات about the Egyptian popular classes عن الطبقات الشعبية المصرية نجيب محفوظ won the Nobel Prize فاز نجيب محفوظ بجائزة Nobel in 1988 سنة 1988 and won many awards وفاز بالكثير من الجوائز he died in 2006 يعني توفي سنة 2006 after living us great writings بعد أن خلف لنا المؤلفات العظيمة بتاعته درسنا النهاردة انتهى لو أنتوا لسه موجودين معايا لغاية اللحظية في الدرس يريد تفتكروني بدعوة حلوة من قلوبكم الجميلة كده ولكم بالمثل إن شاء الله تمنيت لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر